السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم بنتابعة لكورسنا اللي بيحكي على البرمجة كائنية المنح نحن اليوم هنبلش بمقطع جديد يهو يتكلم على المحاضرة السابعة بحسب سلسل المحاضرات بمنهاجنا واللي هنحكي فيه على البوليمورثيزم البوليمورثيزم فينا نترجمها تعدد الاشكال طبعا تعدد الاشكال نحن حكينا عنه حكينا على النوعين الاساسيات اللي له اللي هنه الـ override و overload اليوم هنرجع نرسي خلال مفاهيم بشكل اساسي نحكي شو هو البوليمورثيزم تعريفه انواعه اللي هي من اسمه الاستاتيك اللي هي compile time polymorphism و dynamic اللي هي runtime polymorphism اللي هي عمليا هي override و overload هنحكي بعدين على virtual member مفهوم البوليمورثيزم بشكل اساسي و هنربط بقى الموضيع هنراجع بقى شو هو select polymorphism اللي هو overloading وال dynamic polymorphism اللي هو over writing الـ polymorphism بشكل اساسي بن اسم لنوعين اساسيات اللي هنة static or compile time يعني عملية polymorphism عملية تعدد الاشكال بتكون محبدة آلياته اختياراته اختياراته بالكمبيل تايم انا بالكمبيل تايم احضر اي ميثود بدي استعمله بالديناميك او الرن تايم اذا اثناء التنفيذ بتصير عملية الاختيار وتصير عملية البوليمورفز هلا الستاتيك او الكمبيل تايم بوليمورفزم تنقسم له مثود اوبرودي ووبراتر اوبرودي والاتنين احنا اخذنا هون اللي هي مثود ووبراتر هي تشبه الميثود لكن هون احنا نحن 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 عن عمليات حسابية الديناميك هي فيرتول والوفرائدينج متود تمام اذا هي عملية الوفرائدينج اللي تنقسم له فيرتول والوفرائدينج وطبعا تضم اللي هي البستراكت اللي هو احد انواع الفيرتول اهلا متل ما حكينا الوفرلودينج هو احد امثلة الستاتيك بوليمورفزم وهو يسمى كمان التحديد المبكر كمان يسمى الكومبايتايم بولي مورفزم because the decision which of which method is to be called is made in the compiled time اينا شو الميثود اللي يستعمله بيتم بالكومبايتايم in overloading the method function has the same name but different signature اعرفنا نحن الماضي شوه signature signature هو return type name will parameters اذا method name are the same with different set of parameters اذا اختلاف البرامتر هو اختلاف بال signature الكمبايلر check the number of parameters passed and the type of parameter and make decision which method to call and it throw an error if no match method is found اذا اذا انا عملت عملية calling المثود ما نو بحقق انه يكون نفس البرامترات فاذا سيضطيني ارى طبعا بالمثال التالي نحن نعم مثال بسيط على عملية overloading نعم في عملية جمع genom موقع ويجمع ال�� skirts يجمع انقام ويقوم بإضافة الـ TEST DATA وعرفت الإنتجر أن أسمه AD 1 و 2 ونضيف لنضيفه النتيجة وإذاً Data Class .add لم ترى 3 ألقام سيجمعون ولم ترى رقمين سيجمعون وحصلوني النتيجة هنا مثال بسيط على عملية Static Polymorphism والعملية overloading هناك من خلال من أكتب البرنامج قررت أي واحد أريد أن أستدعي إذن أنا أطمئ الإستدعاء بالـ Combine Time إذن مثلما يلاحظون وقت أنا مرأ له ثلاث بارامترات سيستدعي الـ Function الذي يجمعه ثلاث بارامترات عندما مرأ له ثلاث بارامترات سيعرف أنه هو سيميز بين Add method و Add method المثود الأول signature تبعه في ثلاث بارامتر المثود الثاني signature تبعه ثلاث بارامتر أنا هون أقرر أي واحد يستدعي من خلال عدد البرامترات سيستدعي الـ Dynamic أو الـ Runtime Polymorphism المثال الواضح عليه هو Overriding كما نسميه Late Pending إذن هو عملية الربط المتأخر The method name and the method signature إذن نفس الـ number of parameters and parameter type must be the same although they may have different implementation إذن هون الفرق بين الـ Overriding والOverloading أنه بالـ Overriding يكون كل شيء مطابق تماما return type اسم المثود و عدد و نوع البرامترات إذن ليس فقط عددهم كمان نوع طبعا عملية الـ Overriding يتم من خلال عملية الـ Inheritance The method overriding is possible for the base class and derived class to have the same method name إذن تنيناتهم يحملوا نفس المثود Derived will Inherited Derived will abase The compiler would not be aware of the method available for overriding the functionality so the compiler doesn't throw an error at compile time بما أنه هنا نفسهم فإذا كان موجود أو ما موجود فهو ما سيعطيني error لأنه إذا ما كان موجود سيستطيعي لا The compiler will decide which method to call at runtime and if no method is found then it throws an error بالـ runtime بيعطيني إذن the compiler ما بيعطيني error لكن إذا ما كان في هكي مثود بالـ runtime تطلع error من خلال الـ exceptions طبعا يفضل أنا لما بدي أعمل عملية override إني عرف المثود الذي بدي أعمله override virtual إذن هون عندي class shape هون بس يرجع لي 0 وأنا عرفته override إجيت هون عرفت منه circle عرفت منه square وعرفت منه rectangle square عوالية عملية الـ area أسميتها override double area إذن نلاحظه هون double وarea وما بيأخذ برامترات فهون كمان double area وما بيأخذ برامترات لكن أنا هون إذا كان تابع لـ shape circle فهي عملية الحساب إذا كان تابع لـ shape هو square فعملية الحساب مختلفة وإذا كان تابع لـ shape هو class هو rectangle class rectangle فعملية الحساب هي height tab width هون مربع length power length وهون radius مربع بـ 3.4 طبعا هون نستعمل نحن واحد من العمليات اللي تابع لـ class method عفوا لـ name space اللي هي math اللي هي math matrix واللي حكينا عنها المرة الماضي لما حكينا على عملية static نحن الآن عندما أعرف من shape circle وعرفت من shape ومن shape rectangle لاحظوا عملية التعريف لأنني لا أعرف circle من class circle لا أعرف من shape الآن عرفت ك shape لك أعرف new circle new rectangle فوقت باستدغي أنا area circle area rectangle area سيظن كمبيلر time سيظن أنه تابع لـ shape لكن بالـ run time سيعرف أنه سيستدعي تبع الـ overriding سيستدعي تبع الـ circle هذه واحدة من الشغلات الأساسية التي تعبر على موضوع الـ overriding الذي مثل ما ملاحظون أنه سيعرف الـ object من base لكن عملية خلقه لازم تكون طبعا من الـ بقرر أي area وطبعا الـ area بما أن new circle سيستدعي تبع الـ square سيستدعي square هنا rectangle أصبح سبق destabilة كل نقطة جديدة هي رائعة من shape وطبعا على الـ أقصد فيها الـ method إذن حتى نلخص مقارنة بين الـ Overroading و Overriding الـ Overloading هو ملتبل مثل ميثود في المثال الاسم مع مملكة الاسم ولكن مختلفة الـ Overriding مع دو ميثود أو واحد في المثال واحد في المثال و واحد في المثال لديهم المثال إذن هون ممكن بنفس الكلاس يكون عندي أكتر من مثل إلن نفس الاسم لكن السيجنة مختلفة الـ Overriding لا كل واحد موجود بقلاس و عمليه Overroading عمليه الـ Overriding يتطم عبر عملية الـ الـ Overloading إذن عملية نفسها بطرق مختلفة بـ Data مختلفة الـ Overriding يجب يتطم أن تتطمئ بطرق مختلفة بطرق مختلفة عملية مشابهة مشابهة لكن بطرق مختلفة for different object types هون اغلاط مختلفة objects مختلفة هون نفس الobject لكن different data هون نفس ال data لكن object مختلف هلا مثلا اذا انا عرفت هون مثال عندي فو بتابع اسمه فو برجع انتجار بياخد string نفسه فو برجع انتجار بس بياخد برامترين واحد انتجار واحد فلوت هون بل اثنيناتهم فو بدون برامترات برجع انتجار فو بدون برامترات برجع انتجار فلازم يكون متطابق تماما هلا ال virtual member مثل ما شايفين هون عندي عمليات الoverride بالbase اذا هون virtual هون قد تستدعي ال content de base اذا هون انا استدعي ال content هذا اللي هو ال virtual من خلال كلمة base مثل ما شاهدنا بامثلة ماضي هلا فكرة virtual member when derived class inherits from base class it gains all the method fields of properties and events of the base class اذا عملية الوراسة مثل ما حكينا هي بيارث كل الاتريبوت اللي هي Properties, Fields, Methods الدينيزر the designer of the derived class can choose whether to override virtual member inherit the closest base class method without overriding it define new non-virtual implementation of those members that hide the base class implementation إذن إما هو بيعمل عملت override virtual member أو ما بيعمل override فبخلي المثل اللي موجود بالباس كما هو بدون أي تغيير أو يعرف واحد يعني new non-virtual implementation of those members that hide the base class implementation إذا ما كتبنا كلمة virtual فهو هون عملية hiding صارت مع عملية override فهو إلما نحط كلمة virtual أنا أركز على أنه هي عملية override لكن بالنتيجة نوعا ما هو نفس الشيء هلا درايت الكلاس كان override a base class member only if the class member is declared as virtual or abstract حتى استعمل الكيوورد override لازم يكون ال basic class بقلبه virtual أو abstract the right member must use override keyword to explicitly indicate that the method is intended to participate in the virtual invocation إذن كلمة override مثل ما حكينا هي بتربط مع virtual لحتى يعني اللي عم يكتب البرنامج يفهم أو اللي عم يقرأ البرنامج فيما بعد يفهم أنه هون هي عملية override واضحة الآن مفهوم بشكل أساسي هي تعدد الأشكال و expressed on one name multiple behaviors or multiple implementation إذن بالعملية البوليمورفيزم تعدد الأشكال معناته أنه نفس الاسم لكن بطرق مختلفة ومثل ما حكينا هو بيكون اما static أو dynamic المثال عليه هو overloading وال dynamic المثال عليه هو الoverwriting طبعا مثال على overloading مثل ما شايفين عندي أنا class اسمه writeData في بقلبه writeVariable 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 ثلاثة أنواع writeVariable كل واحد يأخذ متحول وحيد لكن الفرق هالمرة هو type فهون integer هون double هون c فأنا حسب القيمة اللي بمرق له لاحظوا هون مثلا استدعيته مرقت له 89 ف89 هي integer فحيكتب لي بالoutput writing integer ليش هكتب لي writing integer لأنه إذا كان integer فهو هاد يكتب write integer ويعطيني القيمة إذا مرقت له قيمة double فحيكتب هاي الجملة float إذا مرقت له قيمة string فحيكتب هاي الجملة من هون اللي معناتها string عملية العملية هي dynamic وهي بتصير على abstract مثل مثل فيها implementation لكن هي معلمة كلمة overriding هلا انا اذا بدي امنع عملية overriding مثل ما حكينا المرة الماضي نستعمل key word sealed فوضع بيكون انا عندي sealed class نتب ما فيني اعمله ويراثة وبالتالي ما فيني اعمله override هلا اذا بدي اعمل sealing method فهذا المثود بدي اكون اصلا هو عمل override to one method بعدين بوء f بتكون هو عملية override الأخيرة ومعد بسمح في عملية override بعد ثم كمان هون عما نشوف مثال اللي هو انا عندي abstract class shape في بقبله abstract area تمام هذا فاضي يجيت بعدين بعمل rectangle shape تمام rectangle من shape فبعرف فيه area بالطريقة اللي بدي اياه وبكتب هون عملي كلمة override لحتى يغير لي المسميات تمام طبعا لما بطبع فهو حيطبع لي يعني هون لما انا عرفت منه R من rectangle طبعا فين يعرفه من rectangle فين يعرفه من shape لك عملية new هي اللي بتحدد أي واحد طبعا هون استدعاء للأب ما فيه حيكون استدعاء فقط لأنه الاب هو عبارة عن abstract وكتب حيستدعي لي rectangle area ليش هيكتب لي هاي لان هو حيستدعي تبع الابل بتصور يعني هون مجرد إعادة للشي اللي حكيناه خلنا نشوف هذا المثال مع بعض هذا المثال في فكرة شوي زريفة إذا هذا المثال يعرف class أول من النمط shape بيأخذ height و width و بيرجع عبارة أنه بس لتدل أنه أي أقلات نعم بيستخدمه بيرجع صفر عرفنا منه rectangle عرفنا منه triangle و عرفنا منه عرفنا منه إذن بس نين rectangle و triangle هلأ عرفنا class تالك اسمه color هذن هون الفكرة الجديدة يعني class color بيرجع شيء اسمه shape.area هاي shape.area تعتمد على الشيء بأن يعمره لهذا المثال إذن هذا المثال اسمه color بقلبه مثل اسمه color area بمرق له shape يستدعي shape.area تمام؟ و بيطبع له بعدين the area is والقيمة اللي هو بيحطه بمتحول A الآن الكلاس اللي هو تيستر عرفت بقلبه C من color area من color عرفت بقلبه rectangle و triangle بعدين استدعيت له C call area إذن C اللي هو color مرة مرقت له R و مرة مرقت له T خليني نشوفهم بعض بالكمبيلر هلون هاي اللي هي المثالات اللي عمنا class shape تمام؟ الarea تابعه برجع صفر إذن ما نوع abstract بقلبه virtual برجع لقيمة اللي هي صفر و بقول parent class area اللي هو الأساسي عرفت منه rectangle وعملت موديفكيشن للأريا حسب طريقة الحساب بالريكتانجل والتريانجل اللي هو المثلث كمان هو يودت ضرب هايت على اثنين إذن القاعدة بالارتفاع على اثنين إذن كمان غيرت هلأ هون الكولر مثل ما شايفين فيه بقلبو مثود وحيد بياخد يعني بياخد object من النمط shape وبيرجع للأريا تبع هذا الشيء اللي أنا مرأته للكولر إيشت بالتستر عرفت نيو كولر ونيو وريكتانجل وريكتانجل ونيو أريا طبعا مرأت له قيام ابتدائي الآن استدعية الكولر أريا تبعه على S مرأت له shape لنمط R اللي هو ركتانجل و shape لنمط D اللي هو تريانجل لما نفزت للاول سيطبع الي ركتانجل أريا ويحسب مساحة إريكتانجل واللتاني سيطلعي تريانجل أريا ويحسب التريانجل كيف يعرف أنه تلتيجي مرة تبعى الريانجل ومرة التلتيجي حسب الوضع الموجود الذي أرده طالما أرده ايضا من النمط الموجود في الريانجل فهون shape area لا يستدعى لأيام الموجودة ما أرده shape و matching هو من النمط shape لكن لأن الموجود عمليا ستهي موضوع سيستدعى الأيام التلتيجي عندما تلتيجي تلتيجي موضوع الريانجل سيستدعى الأيام التلتيجي هاي كمان مسال واضح كيف عما تصير عملية الاختيار بالرن تايم مو بالكومبايل تايم ولذلك هو يسمى دايناميك بولي مورفزم اذا بشكل اساسي حكينا على البولي مورفزم اللي هو تعدد الاشكال تعدد الاشكال بالبرمجة هو معناها او بالتوابع بشكل اساسي هو معناها انه عندي توابع من نفس الاسم اذا كانوا موجودين بكلاس واحد ومغير السيجنتشر تبعون صار اسمه اوبر لودنج اذا كانوا موجودين بكلاس مختلفة وعمتم عملية اوبر رايدنج الون بنفس الاسم ونفس البراميتر لكن من خلال عملية انهريتنس هاي بصير اسمه عملية اوبر لود تمام هاد هو كل شيء بشكل اساسي على البولي مورفزم ورح نرجع كمان ناخد مجموعة من الامس اللي فيه ما بعد لتوضح لنا البولي مورفزم بطريقة اوضح شكرا من انتابعتكم وبشوفكم بفيديو قادم شكرا من الانتابعة